أيام طويلة من المشاورات بين المجلس الرئاسي ولجنة الحوار في مدينة سخيرات المغربية لم تكن كافية لاتفق فرقاء السياسة الليبيون على تشكيلة حكومة الوفاق المصغرة فعقبة حقيبة الدفاع لا تزال عصية عن الحل المجلس الرئاسي طلب من البرلمان تمديد المهلة الممنوحة لتقديم تشكيلة الحكومة وهو ما رد عليه البرلمان بإيجابية بحسب مصادره فوفق على التمديد حتى يوم الأحد المقبل وفي غياب الاتفاق بارزت مقترحات وترصبت أسماء فهناك من اقترح تمرير التشكيلة الحكومية من دون أن تشمل حقيبة الدفاع واقتراح آخر بإسناد الحقيبة محل الخلاف إلى رئاسة مجلس الوزراء وفيما يرفض أعضاء المؤتمر الوطني منح المنصب لقائد الجيش خليفة حفتر أو حتى استمراره في المشهد الليبي يهب مجلس النواب لدعمه إن لم يكن وزير للدفاع فقائد للجيش وفي الجهة الأخرى يظهر اسم العقيد المهد البرغثي قائد كتيبة الدبابات في بنغازي اسم ورد في تشكيلة حكومة الوحدة التي اقترحها المجلس الرئاسي سابقا لا يلقى قبولا صريحا من أعضاء مجلس النواب ولا رفضا واضحا من قادة العاصمة ترابلوس العسكريين وبين المعسكرين يظهر مقترح منح الوزارة لشخص مدني والاسم المتداول هو سفير ليبيا في الرياض عبد الباصط البدري وهو شخصية لا يثار حولها جدر كبير صار بن عشوبة العربية